نبدأ نشرتنا من العاصمة أبوظبي حيث شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آلنهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارة اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم انطلاقة منافسات السباق التأهلي المحلي لمسافة 80 كم وكان سمو الشيخ سلطان بن زايد آلنهيان قام في ساعات مبكرة من صباح اليوم بجولة تفقدية في مرافق قرية بوذيب العالمية بالختم وذلك بهدف تقديم سباق مثالي يتمتع بكافة مواصفات وشروط ولوائح اللعبة واشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة وحسن الاعداد والتنظيم من قبل اللجان العاملة في الحدث مؤكدا سموه على مواصلة تقديم المزيد من الاهتمام والدعم لرياضة القدرة والتحمل لتحقيق اهداف القيادة الرشيدة من هذه الرياضة النبيلة